اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ما الذي حل بجد عجوة؟ لا تقلق يا سكري واكة صحية بسيطة المسعيفون يقولون إنه يحتاج إلى علاج يومين في المستشفى يجب أن نذهب جميعا لزيارته غدا نعم بكل تأكيد تمور هل يمكن أن أقترض منك مبلغا من المال؟ بالطبع يا زغلول شكرا يا تمور أحتاج هذا المال لأشتري هدية لزيارة جدي في المستشفى سأرد لك هذا الدين حين يتوفر لدي المال لقد تأخر تمور سيفوتنا موعد زيارة في المستشفى هل أخبرتكم قبل الآن بأنني أكره الانتظار؟ هيا أنا جاهز تمور أين هديتك؟ أي هدية؟ كيف ستزور جدي الذي يرقد في المستشفى دون أن تحمل معك هدية؟ ها؟ تمور اذهب واشتري هديةك التي ستقدمها لجدي ثم الحق بنا إلى المستشفى معهم حق لا يجب أن أذهب إلى المستشفى قبل أن أشتري هدية كي أقدمها لجدي هذا كل ما تبقى لدي هذا المال لا يكفي سأجرب سأحاول أن أشتري هدية مناسبة بهذا المال تمور أنا ذاهبة الآن إلى المستشفى لزيارة جدي هل ستأتي معي؟ لكن هيا لا تضيعي الوقت يا تمور سيفوتنا موعد الزيارة في المستشفى تمور انتظري سأذهب إلى السوق لأشتري هدية اذهبي أنت وسألحق بك حسنا يا تمور سآتي معك ثم نذهب معا إلى المستشفى لم أجد هدية مناسبة بهذا المبلغ القليل للأسف يا تمور لا توجد معي نقود كي أساهم في شراء هدية تأخذها لجدي لا تعتمي يا تمور هيا اذهبي أنت لزيارة جدي وأنا سأزوره غدا تفضل يا عم خذ هذا المال واذهب واشتري طعاما لك ولأبنائك ها؟ هيا يا جدي أخبرنا ما هي أفضل هدية؟ بالتأكيد هديتي أنا لأن هديتي يمكن أن يستفيد منها ويأكلها بعد شفائه جدي لماذا لا تتحدث معنا؟ هيا تكلم وقل لنا ما أجمل هدية قدمت إليك كيف سيتحدث معنا وهذا الجهاز موضوع على فمه؟ وجدتها نستطيع أن نرفع هذا الجهاز عن فمه لدقائق حتى يتكلم ويخبرنا عن أفضل هدية حسنا هيا رفع الجهاز ليتكلم ويحكم بيننا ويخبرنا عن أفضل هدية هيا يا جدي اختر الآن ها؟ 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 ها أنتم أيها الفوضويون ماذا تفعلون؟ هيا خرجوا من هنا هيا غادروا في الحال نحن نحبك يا جدي وأنا أيضا أحبكم لكني أستغرب أمرا ما هو يا جدي؟ كلكم جئتم لزيارتي عدى طمور وطمورة الحمد لله على سلامتك يا جدي أهلا يا طمورة شكرا لك على زيارتك وعلى الهدية في الحقيقة يا جدي إذا أردت فلتشكرني على الزيارة فقط فهذه الهدية ليست مني ها؟ إذن من أرسل الهدية معك؟ طمور من أرسل إليك هذه الهدية ولماذا لم يأتي معك؟ قال لي إنه سيحضر لاحقا طمورة أين هديتك أنت؟ لماذا لم تحضري هدية لجدك المريض؟ ديننا أمرنا بزيارة المريض لأنها واجبة ولها أجر عند الله أما الهدية فليست واجبة وليست ضرورية فهي تعتمد على مقدرة الآخرين وإمكانياتهم لذلك يجب أن لا نضيع الواجب وهو زيارة المريض من أجل هدية لا يلزمنا بها الدين وربما تكون للمظاهر والتفاخر الحمد لله على سلامتك يا جدي أهلا يا طمور شكرا على الزيارة لا داعي للشكر يا جدي زيارة المريض واجبة وأجرها عند الله أحسنت يا طمور إذن سأشكرك على الهدية التي أرسلتها إلي مع طمورة ها الهدية؟ الهدية يا طمور هديتك هذه التي أرسلتها معي لجدي آه فهمت شكرا لك يا طمورة جدي هذه الهدية من طمورة وأنا أعتذر لأنه لم يكن لدي المال الكافي لشراء هدية لكني جئت إليك من دون هدية وفضلت أن أقوم بالواجب أعتذر منك يا طمور فأنا اقترضت منك المال حتى أشتري لجدي هدية ونسيت أنك قد تحتاجه لشراء هديتك هل تعلمون يا أبنائي وجودكم هنا معي وحبكم لبعضكم وتعاونكم وتآذركم هي الهدية التي جعلتني أشفى من مرضي هيا تمورنا الكرام إلى النخيل في انتظام هيا تمورنا الكرام إلى النخيل في انتظام بعد العناء في واحة بعد العناء أطحان ميقات المنام بعد العناء في واحة أطحان ميقات المنام وحبكم لبعضكم 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 لب